موسيقى خصوصيات الاحتفال بالعيد أجواء مفعمة بدفئ الأهل والحفاظ على العادات في ظل العلمة والرقمنة نرفع به التحدي اليوم بمعيات أهل اختصاص وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا مرحبا تحدي اليوم يستوقفنا فيه المجتمع المغربي وعلاقته بعاداته وتقاليده وقف زمن يبين الماضي والحاضر فهل المجتمع لا زال محافظا على العادات والتقاليد الموروثة من الزمن الماضي؟ وهل وفق مجتمعنا في المحافظة على موروثه بالرغم من اكتساب عادات وتقاليد جديدة؟ وما هي تحديات ترصيخ العادات والطقوص الاحتفالية للأجيال القادمة بالبصمة المغربية؟ أيضا نتساءل فيه عن مدى تعلق المجتمع بموروثه واعتباره جزءا لا يتجزأ من كيانه الروحي والثقافي والاجتماعي والعقائدي لوضع كل هذه النقاط في دائرة الضوء يسرني أن أرحم معنا بالدكتور مصطفى السعليسي السادة من نفس الاجتماعي بجامعة القاضي عياد بي مراكش صباح النور دكتور صباح النور ألن ويسألن أستاذة خديشة مرحبا شكرا على الاستقناء مرحبا نور تلي كما تنضم إلينا من الرباط الدكتورة جميلة تيلوتو أستاذة الدراسات الإسلامية كلية الأداب والعلوم الإنساني بالرباط صباح النور دكتورة مرحبا مرحبا نكون جميعا مرحبا نورتين طيب سأبدأ معكم دكتور سعليتي كيف هو حال احتفال العائلة والأسرة المغربية بين الأمس واليوم؟ كيف هي علاقتها بعادتها الاحتفالية؟ تقاليدها الموروثة بخصوص عيد الفترة تحديدا نعم الأستاذة خديشة أولا أتمنى عيد مبارك سعيد لكي وليجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه فعلا يمكن الحديث عن عيد الفترة يعني الذي يفصل عنه إلا بعد أيام ونحن كما أقول أريد أن أقول بأن هناك استمرارية هناك استمرارية بالاحتفال بهذا الموروث لأنه جزء أساسي ومهم من الهوية الدينية والوطنية وبالتالي نحن دائما نعيشه بسعادة كبيرة هناك استمرارية وهناك في نفس الوقت خصوصية مغربية هذه الخصوصية المغربية رغم أنه مشترك في عيد بالنسبة للعالم الإسلامي ولكن هناك خصوصية مغربية تتجلى في تقوصه وطريقة احتفاله على مستوى اللباس وعلى مستوى الآكل وعلى مستوى مجموعة من الممارسات التي تتعطي يعني خصوصية مغربية لهذا الاحتفال ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نتحدث عن استمرارية فقط هناك فعلا تحولات يعني فرضت نفسها في المجتمع المغربية وجعلتنا لا نعيشه مثل ما كنا نعيشه في الأمس خاصة وهناك نقطة مهمة ربما سنناقشها وهو تأثير العالم الرقمي والعالم الافتراضي على الاحتفال بعيد الفيطر وخاصة نحن نعرفه ونتذكر بأنه عندما كنا صغار كان هناك الوسيلة الوحيدة للتنقل من أجل زيارة الأحباب وهذه العلاقة الواقعية هذا يعني هناك يعني الذهاب وواحد اللقاء أصبح الآن ما هو واقعه وافتراضي بمعنى كان عيشه العيد بواحد شكل افتراضي كبير خاصة وأن يوم العيد أنه الإنسان كيشد يعني عنده الهاتف يعني الهاتف ما كنسكوتش يعني بتهاني إلى غير ذلك ولكنه مع هاتف لا يعوضوا ما عشناه يعني هناك الناس عندما يعني يهنئون بالهاتف وكأنهم فعلا يعني احتفلوا مع أحبابهم وهناك عوامل كثير أخرى ساهمت في هذا التغيير بمعنى أن اليوم لا نعيش في نفس المكان ولا نعيش في يعني خاصة وأن هناك هجرات متعددة وإلى غير ذلك ومفهوم الرابط الاجتماعي بمنات تغييرات يجب أن هناك تغييرات مجموعة من القيام وتحولات ولكن الحمد لله مع ذلك هناك ارتباط وتعلق عميق جدا بأعيادنا هذا يطمئننا كمستخدم أكيد هذا يطمئننا ومبشر دكتور جميلة يأتي العيد على المسلمين بعد طاعة فعيد الفتر يحل علينا بعد شهر رمضان وهو شهر الطاعة والعبادة يتزود المؤمن فيه لعام كامل هو بمثابة محطة دعنا نقول تعبئة إيمانية ما هي أهداف الاحتفال بالعيد ما هي مقاصده الدينية لو تأمننا هذا العيد يعني بحكم بحكم تمييزها على المستوى الزمني لأنه يأتي بعد زمن يمكن أن نسميه بالزمن الروحي هو رمضان إذن في الإنسان منفروض أن يعيش في هذا العيد أجواء استمرارية بحيث أن يمارس يمارس كذلك هذه العلاقة الروحية مع الله لتكبر الله على ما هذا كن بحيث الإنسان يعمق هذه الأبعاد الدينية في نفسه ويكون العيد هذه المحطة التي تأمل فيها الإنسان هذا الأمر لذلك يخرج إلى المصلة ويذهب مع آله ومع ناسه ولا يترك أحد في البيت طيب فإذن هذا بمعنى لأننا كما جمعنا طوال رمضان في المساجد وملأنا المساجد في صلوات التراويح إذن ما زال الأمر مستمرا علينا أن نصلي كذلك في المصليات ونملأها ونذهب بأحسن ما عندنا يعني نلبس أحسن ما عندنا هذا الأمر الأول الأمر آخر يمكن أن أقول هناك مقاصد نفسية وروحية وتتمثل كذلك في الفرحة يعني الفرحة مقصد شرعي بمعنى أن العيد في هذا اليوم يفرح الإنسان يفرح بعبادته التي صبر عليها طوال شهر رمضان حيث كفى نفسه عن شهواته البيولوجية لا لشيء إلا لله عز وجل إذن فهو بهذا الأمر كأنه يفرح لأنه حقق شرط الامتثال فالفرحة مقصد شرعي والفرحة لا تقتصر فقط على المظاهر نفسي بلتتجلى كذلك في المظاهر المادية من الفرحي واللعبي يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث التي راوته من المؤمنين قالت كان لكم يومان تلعبون فيه ما وقد أبدلكم الله خيرا منهما عيدوا الفطر وعيدوا الأضحى بمعنى أنه يوم على المستوى الأسري على المستوى الجماعي نعيش الفرحة في جماعيتنا وليس فقط في فرضانيتنا لذلك هنا أمر مباشرة على المقصد الاجتماعي وهو الإحساس بالآخر لأن العيد لا يمكن أن نحس بالعيد وأنا أعيد لوحدي ولا يوجد معي شخص آخر العيد وكذلك في جماعته في إحساسي بأخي الفقير لذلك من مقاصد العيد يعني من واجبات العيد إخراج زكاة الفتر كما تعرفون من مقاصدها هو أني أحست بأخي الفقير وأسعى أن أدخل الفرحة عليه وعلى أبنائه طبعا الزكاة تبقى يلحد الذي يحقيق شرط العدل لكن الله عز وجل وأنت صدقوا خير لكم بمعنى أن الإنسان عليه أن يجتهد قدر الإمكاني أن يكون سببا في إدخال الفرحة إذن فلو لاحظنا هذا المقصد الاجتماعي هو تتمى لمقصد الأول الذي حددتكم عنه وهو الفرحة الفرحة مسألة جميلة جدا بمعنى أن الإسلام ليس دين العبوس أو دين الحزن كما قد يدعى بل هو دينه للفرحة ولجعل هذه الفرحة مسألة متعدية لنشر هذه الفرحة على نفسك وإخوتك المسلمين ليس فقط بالله بل حتى بالمال تعطيهم المال وتصدق عليهم وتعطيهم الزكاة سأتي وأعود لك مجددا دكتورة جميلة في نقاط أخرى حتى أكون عادلة وأنتقل للدكتور سعليتي وأتسأل معك كيف يمكن اليوم للعائلة ذات النمط الرقمي وعملت وحد الإشارة قبل قليل أن تعيش حاضرها بعادتها بتقاليدها الموروسة من الزمن الماضي قبل قليل عملت وحد الإشارة التي كانت في غاية الأهمية حتى الاحتفالات أو التبركات أو التهاني أصبحت رقمية إلكترونية للأسف نعم فعلا هناك اليوم أنا أريد أن أعيد إلى نقطة أساسية جدا وأن المغاربة فعلا سيحتفلون بعيد الفطر ولكنهم عاشوا تجربة رحانية مهمة في رمضان إلى حد أنه هناك إزدواجية أنه يقولون بأنه يريدون ويعيدون ولكنهم لم يسحوا برمضان كيف يريدون أنه يريدون أنه يريدون أنه يريدون أنه يريدون العيد ولكنهم في نفس الوقت كانت لهم حياة جميلة جدا في رمضان لأنه فيها تقوص فيها الجوة يعني عائلة مبتازة ولكن أقول أنا لست متشائم رغم هيمنة ما هو رقمي في هذه العلاقات لا غير ذلك ففعلا أن الإنسان نلاحظ أن الإنسان يخرج مؤقتا من العالم الإفتراضي لأن العالم الإفتراضي أصبح هو العالم الرسمي يتعامل فيها إذن يخرج مؤقتا من العالم الإفتراضي إلى ذهب إلى الواقع إلى الواقع بشكل مؤقد وهذا تكير بغير العالم الافتراضي هنا شوية للمشكلة أنه أصبح العالم الافتراضي والعالم الرسمي ولهذا فلا يمكن مع ذلك أن نتشاء لأن أولا فعلا يجب أن نتقبل الواقع لأنه لا يمكن دائما أن نعيش بالماضي لا يمكن أن نعيش بالوقوف يجب أن نتكيف مع الحاضر ومع ما سيأتي في المستقبل ولكن ما هو مهم هو الحفاظ عن نواة المركزية يعني لديننا ولهويتنا ولعلاقتنا التي أرى فيها من خلال ملاحظات أخصائي وكمتخصص في علم النفس الاجتماعي بأن المغاربة تمسك كبير كبير جدا بدينهم وبعاداتهم ولكن الطرق فعلا تختلف بين الأمس واليوم ولكن هذا لا يشكل يعني خطرا على قيمنا ولا على عادتنا فقط يجب أن نتعامل بمرونة كبيرة مع هذه التحولات الكبيرة والتي بذكاء اجتماعي وبذكاء روحاني يمكن أن نتعامل مع الهيمن الرقمية بشكل لا يؤثر على قيمنا ولا يمكن أن يؤدي إلى انهيارها طيب دكتورة جميلة ظاهرة الاحتفال بالأعياد وتخليدها تعد محطة دينية ضرورية في حياة العائلة المغربية نعلن من خلالها انتماءنا لبلدنا ما الذي تحمله لنا هذه الاحتفالات اجتماعيا دينيا مسلم بها على محطة اجتماعي هي عموما مقاصد الاسلام عموما لو تأمناها يوجد فيها دوما شق روحي وشق اجتماعي لأن الإنسان يعيش في المسلمة الإنسان يعيش في المسلمة وضمن الجماعة ومن هنا فهذه المقاصد لا يمكن أن تفهم مطردانيا بمعنى أن كلهم يعيش في جزيرة منعزلة عن الآخر هذا منطق غير متح غير متح إذا فهمنا النسق المقاصد في الإسلام لذلك لو تأمنا مثلا سنلاحظ بأن الصلاة التي نصليها نصليها جماعة في المسلمة ولما نأتي نحتفل جماعة كأسرة ثم بعد ذلك نذهب إلى العائلة أو تأتي إلينا العائلة جماعة يعني مظاهر الاحتفالية هي مظاهر اجتماعية في العمق ولو أضطنا إليها المظاهر التكافلية والتضامنية إذن هناك هذا الشقل آخر بمعنى أني أتضامن وأتكافل مع الذي من عائلتي ومع أقاربي ومع كذلك ما عمل لا أعرفهم ممن هو محتاج إذن فأنا هنا أدخل الآخر قريبا أو بعيدا في الدائرة القريبة أو في الدائرة البعيدة ضمن مقاصد أو ضمن التلبية للمقاصد الاجتماعية لذلك فالتزاور والتراحم ومظاهر التكافل ومظاهر تضامن بل حتى مظاهر الصلاة الجماعية التي أمسألة دينية هي كلها مقاصد اجتماعية بامتياز وهذا يعطينا فكرة أن طبيعة الإنسان كي يرقى بنفسه عليه أن يعيش وسط الجماعة كيفما كانت يصبر على أذاها ويفرح معها صحيح ويوجهها لكن يبقى مع جماعة ولا يعزل نفسه عنها بمعنى أنه أفضل منها هو من تلك الجماعة ربما قد يكون أحسن منهم في عبادة أو غير ذلك لكنه ينتمي إلى الجماعة وعليه لا يحس بالتعالي عليها لذلك يأتي العيد ليعلمنا أنت يا أيها الإنسان تعيش مع أسرتك تعيش مع جماعتك مع مشتماعك فكن منه إلعب معهم إفرح إفرح معهم وحتى بالتقوص التي يمارسونها حاول أن تنخرط معهم فيها مدامت لا تعارض أصلا شرعيا إذن في القصد الاجتماعي هو قصد مركزي للعيد في الشريعة الإسلامية جيد دكتور سعليتي يعتبر علماء الأنتربولوجيا أن مقياس حضرة وهوية العائلة مرتبط دائما بعادتها إلى أي مدى المجتمع المغربي هو متشبط بعادته الاحتفالية في العيد أستاذة خديجة أريد أن أركز على شيء أولا عندما نتحدث عن المجتمع المغربي فهناك المجتمع القراوي وهناك المجتمع يعني الحضاري بمعناه أن هناك إلى قارنا سنجد بأن يعني سكان العالم القراوي يعني يعيشون ب يعني واحد الاحتفال يختلف كثيرا عن السكان في المدن لأن في العالم القراوي لا زالت هناك القرابة قوية هناك العلاقات القرابية قوية بمعناه هناك الناس يعيشون في نفس المجال الجغرافي وتربطهم بهم علاقات يعني اجتماعية وطيدة وبالتالي فيمكن نفسير على مستوى الأنتروبولوجي بمعناه هناك استمرار كبير في احتفال بمعناه كما كانوا في الأمس يعيشون دائما نفس الاحتفال لأنه لم يتأثروا كثيرا بمجموعة من المتغيرات التي حدثت في المدن لأنه في المدن نصبحنا نعيش ما يسمى حياة فردانية كثيرا بمعناه أن هناك يعني الناس يعيشون في نفس المجال ولكن ليسوا من نفس القصول ونفسه من نفسه يعني وبالتالي فهما يتواجدون في نفس المكان دون أن تربطهم أن تكون بنتهم روابط يعني عائلية دموية إلى غير ذلك وبالتالي فهنا في المدن إلا نحن من كان نضرع على مراش أو فاس في المدينة القديمة إلى غير ذلك ولكن غالبا كان نلقا بأن فعلا هناك علاقات ولكنها يوم العيد علاقة استحية وليس كمثلا في العالم القروي الذي هو الاحتفال يعبر عن العمق هذه العلاقات يعني العاطفية والعائلية والدموية ولذلك نجد بأن في حالات كثيرة في المدن مثلا احتفال الأضحاء نجد ثقافة أخرى ظهرت نظرا لغياب هذه الروابط فهناك ثقافة الصفر الثقافة ديال الصفر ربما يجب أن نفهمها لأنه لا يمكن أن نحتفل بعيد الأضحاء ونحن بعيدين ونحن منعزلين ونحن كذلك لذلك ابتكار لثقافة عندما يصعب الاحتفال بنفس الطريقة كما كنا نعيشها بالأمس فيمكن أن نبدع ثقافة أخرى ونعيش اليوم ثقافة يعني الصفر إلى المدن الاحتفال بعيد الأضحاء ولذلك فلا يجب يمكن أن نتحدث عن الخصوصية المغربية ولكن هناك تعدد هناك اختلاف على مستسوى اختلاف طبقي أو اختلاف على مستوى المجال الجغرافي هناك إذن عوامي كثيرة تؤثر في هذا الاحتفال صحيح طيب دكتورة جميلة ما هي أبرز مظاهر الاحتفال لدينا ما الثابت فيها وما المتغير بحكم التحولات الاجتماعية واقتصادية إذا أردنا إذا تأمننا قليلا سنجد أن بدأنا نعرك مجموعة من التحولات على المستوى الاجتماعي بحكم التغير يعني طافي في بنية المجتمعات المغربية مثل الآن مع تراجع الأسرة الممتدة صار الإنسان يعني قدر الإمكان يحاول أن يحتفل لوحده مع أسرته يعني أسرة نووية يعني تقصدين التحول من الأسرة الممتدة والسائلة النووية نعم تماما هذا هو المقصود هذا هو المقصود إذن فإذن يحاول الإنسان أن يستأثير بنفسه مع أسرته وتكون له يعني مع الأسرة الكبيرة إن شئنا القول كما نسميها في السياق المغربي الأسرة الكبيرة يكون هناك فقط بضع دقائق وحتى الواجب للأبناء تجاه هذه الأسرة الكبيرة لا يكون قويا بمعنى يعني قد يذهب في التزاور قد يذهب فقط الأب والأم الأبناء غير معنيون بهذا الأمر بمعنى أن الواجب الاجتماعي في نفوس الأطفال تغير بحين أن قديما الأمر لم يكن فقط بمثابة واجب هذا لم يكن أصلا بمثابة المفكر فيه لم يكن بإمكان أن نفكر أنه يمكن أن نحتفل لوحدنا وأن الأبناء غير معنيين بالاحتفال مع الأصال الكبيرة إذن هنا نوجدنا أنه بدأت تراجع بعض المظاهر الاجتماعية كذلك مما نلاحظ هناك بعض من الناس الآن من بدأ يركن إلى الفنادق هذا الأمر نلاحظه كذلك في شهر رمضان يعني من الجيد أن يغير الإنسان مرة ومرة يعني طارة وطارة لكن أن يصير الأصل في الإفطار هو الفندق وأن يصير الأصل في الاحتفال هو الفندق أو المطعم أو شيء هذا يعني أنا لا أخصي شيئا فقط أن يصير مظهر أو مجال الاحتفال وخارج البيت هذا هو المقصود تمام يعني هذا يكون في استمرارية لما حصل في شهر رمضان يعني كثير من ما ظهر الإفطار كانت تحطل خارج البيت هذا ليس بالمعين إن كان مرة ومرة لكن أن يصير هو الأصل وأن يصير البيت هو الاستثناء بمنح تئر أردت أن أدعوه شخصاً أدعوه إلى بيتي سأدعوه إلى خارج البيت إذن ففضاء الترحم صار خارجياً ولم يعد داخلياً في حين أن البيت كان هو الأساس أنه الحاضن كان بمعنى أن نتشارك الملح ونتشارك الخبز لذلك هذا المعنى ليس فقط بمعنى أننا أكل نفس الطعام الذي طبقته ونأكله من نفس الماء أو من نفس الطاولة فمن ثم نحيث أننا جسد واحد وإن تفرقت أرواحه وهذا طبعاً مما نلاحظ أنه بدأ يتراجح في الآوينة الأخيرة فعلاً وهذا من ضمن تحديات المجتمع المغربي طيب دكتور سعليتي ما هي خصوصياتنا كمجتمع عريق أصيل في الاحتفال بالأعياد على مستوى اللبس على مستوى الأكل هل أثرت فينا التكنولوجيا؟ دكتور تسمعوني؟ أعيد عليك السؤال لا، ما سمع السؤال حاضر ما هي خصوصياتنا كمجتمع عريق أصيل يعني على مستوى الاحتفالات هل هناك تم التغيير على المستوى اللباس أم على المستوى الأكل؟ بمعنى آخر هل أثرت فينا التكنولوجيا والعولمة؟ فعلاً أثرت فينا التكنولوجيا والعولمة وكذلك مجتمع الاستهلاك نعم مجتمع الاستهلاك هناك عالم اجتماعي كبير بوضغياء يتحدثوا عن مجتمع الاستهلاك له خصوصيات إلى غير ذلك يعني نعطيك واحد المثال من هذا التأثير دي المجتمع الاستهلاك على تقوص الاحتفال المجتمع المغربي شوفي الأخت خديجة غير الأطفال الأطفال في الأمس يعني كانوا يتمنى ويأتي واحد العيد يفرحوا باللباس الجديد نعم هذا اللباس الجديد بمعنى العيد كان مرتبط حتى هو بالحاجة كان مرتبط بالحاجة أو الفرح إلى غير ولكن اليوم كان لحظوا أن الأطفال مثلاً يعني يعيشوا واحد الاستهلاك طول السنة طول السنة في اللباس وفي أمور أخرى وبالتالي فهذا الفرحة اللي كانت قبله عشنا حتى الجميع عشها فيما مضى أكيد هذا الفرحة بياللباس الجديد أصبح اليوم تغيرت تغيرت وبالتالي كيف يمكن تعويض ما أفسده مجتمع الاستهلاك بأمور أخرى هذا هو السؤال المركزي كيف يمكن تعويض ما أفسده مجتمع الاستهلاك والتكنولوجيا نعم نقول بأنها كان أشياء مهمة جداً في عالم التكنولوجيا ومجتمع الاستهلاك ولكن هناك أشياء جد سلمة كذلك وهناك السؤال كيف يمكن أن نقاومها لنعوض ما أفسدته ما أفسدته العالم التكنولوجي وعالم الاستهلاك على حد بوطريات بأمور أخرى تجعلوا الاستمرار يعني مضمونة وبالتالي الميكانيزمات التي يمكن من خلالها ترصيخ حب العيد عند الأطفال رغم يعني صغير أمور كثيرة طيب سأختم مع دكتورة جميلة بعجالة صورة الإيجابية للعيد في المجتمع المغربي في كلمة لو سمحت على ما يبدو ليست معنا دكتورة جميلة طيب وصد الختم إذن شكرا جزيلا لكم دكتور مصطفى سالتي على كل ما تفضلت به عشر مباركة إن شاء الله شكرا جزيلا مرحبا نورتني كما أشكر أيضا دكتورة جميلة تيلوت على كل ما تفضلت به وفقدناها في الثواني الأخيرة إذن شكرا لفريق العمل شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة وأنا على وعد اللقاء بكم يوم الاثنين في نفس الموعد وتحدي جديد مع كامل محبتي اشتركوا في القناة